السؤال اللي بعد كده بيقول انا زوجة لم انجب زوجي تزوج مرة اخر بغرض الانجاب وانا وفقت اسكن مع زوجي في بيت مشاركة بيننا من الناحية المادية وتسكن الزوجة التانية في بيت عائلته زوجي يريد يبيع البيت المشترك بيننا انا قلت له اريد حقي لكنه زعل واختلق المشاكل تركني منذ ثلاثة شهور لا ينفق ولا يتصل ولا اراه لكنه عايش في البيت التاني مع الزوجة التانية وهو يقول انه يطبق الزجر بالهجر فهل ده في الشرع على الرغم اني لا اعرف كيف اتصرف لا هذا ليس من قبيل الزجر هذا من قبيل الانتقام والعناد على الوصف المذكور في هذا السؤال ده مش من قبيل التهذيب التهذيب الهجر بيكون في نفس البيت بل في نفس المكان فما ينفعش ان احنا نسمي الاشياء بغير اسماء وهذا حرام هذا حرام لانه فيه اذى وفيه فتنة انت كده وكأنك تلجي امرأتك ولا عايز بالله الى الاثم والعدوان فلذلك لا تكون فتنة لزوجاتك اللي انت بتعمله ده فتنة انا ليه لما هي بتسألني ليه انا يا ساعات بروح اكلم الزوج ومنها هي اللي سألاني هي اكيد مستألاني عشان اجاوبها هي سألاني عشان تقوله الكلام ده تعسى يرجع هذا بلا شك يدخل فيه تضيع الرجل من يعول هذا بلا شك مخالف لقوله تعالى وعشرهن بالمعروف هذا بلا شك نوع من انواع عدم الرفق وشيء من الشدة ونوع من انواع والعادة بالله تضيع الامانة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان المرأة امانة عندك فاتق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز اللي انت بتعمله ده هي لها زم مالية مستقلة لانتو اشتريته البيت مع بعض فالبيت اصبح ملك فهي ما ارادتش ان هي تبيع البيت ده حقا لها ان تتصرف في معليها كيف ما شاءت هي الان تحس بان هي ليست في امان لانك تزوجت بمرأة اخرى فهي تروح تحافظ على نفسها فلذلك ايه اللي حاصل عليك ان انت تتقل الله سبحانه وتعالى فيها وعليك ان انت ترجع عنده لان انت اورست مرأتك اللي هي ما زالت حتى الان زوجتك ولحمك ودمك وانت مفروض تنفق عليها وتجعلها تشعر بالامان وتشعر كمان بالاطمئنان وهي ستحاسب عنها لان اول من يحاسب علي العبد ما استرعاه الله وهي في رعايتك فبعد كده هي مش حاسة بامان فانت جيد الوقت كمان تزيد عليها خفها من انك انت تريد ان تأخذ مالها كمان تخوفها بانك انت تهجرها وتسيبها بالاشهر لا ده لا فيه عدل ولا فيه تسوية بين الزوجات ولا فيه شيء فاتق الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر